يقودك الرب على الدوام يقودك الرب باستمرار عزيزي المشاهد لو لك علاقة حية بالرب يسوع لازم تبواسق ان الرب يقودك على الدوام زي ما بيقول سفر اشعياء اصحاح تمانية وخمسين لازم تصق في الرب انه بيقودك لكي تسير في الطريق الصح تقول لي ايه هو الطريق الصح اقول لك هو الطريق الذي بحسب ما شئت الرب لو انت لك علاقة حية بالرب تقول كده انا مش متروك للظروف تحركني لا انا اللي بيحركني وبيحفظني ماشي في الطريق الصح قائدي الاعظم الرب يسوع الرب يسوع وصف نفسه بالراعي وصفنا بالخراف ودائما الراعي يقود الخراف ودائما الراعي بيجنب الخراف انها تمشي في الطريق المؤذي الرب يسوع اعظم راعي قال عن نفسه انا هو الراعي ايه الصالح ولانه هو الراعي الصالح انا لدم ابواسق فيه انه يحفظني من ان انا امشي في سكة مدمرة العالم اللي احنا عايشين فيه مليان خداع وكل ما نقرب على نهاية العالم الخداع يزيد جدا 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 في كل الامور في امور السياسة وفي امور الاقتصاد وفي امور البيع والشراء والشغل وبين الناس كل ما نقرب للنهاية الخداع يزيد لحد ما يصل قمته في ضد المسيح ضد المسيح ليحكم العالم ده خادع هيخدع العالم لانه هيبقى مؤيد بابليس وابليس هو الذي يضل العالم بالاكاذيب المتنوعة عزيزي المشاهد لما انا بعيش بقى فيه عالم مليان خداع والناس بتجذب كتير لما انا بعيش كده انا محتاج جدا 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 للراعي بتاعي ان احفظني من هذا الخداع سيفر الامثال يقولها كده توجد طريق تبدو مستقيبة حلوة اوي يعني تبدو رائعة ولكن نهايته ايه كرسة موت هوية الرب بقى لانه راعي امين للخراف امين لي يحفظني من انا اطلع واطمن السكة صح وادخل في سكة تبدو مستقيمة لكن هي مش كده عزيزي المشاهد قول كده باسم الرب يسوع اتمتع بقيادة الراعي الصالح دائما الاية ما قالتش ان الرب يقودك لكن الاية قالت ويقودك الرب على الدوام يعني مش بس يقودني ده يقودني في كل الاوقات في كل الظروف في كل المجالات انا محتاج لقيادة الرب لان بدون قيادة الرب هنخدع بدون قيادة الرب هختار اصدقاء غلط بدون قيادة الرب لو انا مريض هتعالج غلط بدون قيادة الرب لو انا هفتح شغل جديد هفتح شغل في التوقيت الغلط في المكان الغلط هخسر لو أنا الرب مش هيقودني لا هتأذي في الدائرة العائلية أنا محتاج قيادة الرب الدائمة عزيزي المشاهد قول قيدة أشكرك أيها الرب لأنك تقودني بحسب كلماتك أنك أنت قلت أنا هو الراعي الصالح وخرافي تسمع صوتي تسمع صوتي يعني هتمشي زي ما أنا عايز هتمشي هذه المعنى هي الخراب بتسمع صوت الرائل عشان تمشي وراء عزيزي المشاهد أوعى تخاف تقول لي أنا مش أعرف أحمي نفسي من الخداع ولا أعرف أحمي نفسي من الغش أنا متعود على الصدد أه أنت بتكلم صدد لكن للناس اللي حواليك كدبين وأوعى تصدق كل حاجة بتتقلق لأن الكتاب بحذرنا من هذا أن الأذن يقول لك كده لازم تمتحن الأقوال ما صدقش كل حاجة مش كل حاجة العالم مليان غش ده رئيس العالم اللي هو إبليس رئيس هذا العالم اسمه الكذاب لقابه إيه؟ الكذاب وأبو الكذاب ما تقدرش تبعيش في العالم وتقبل الكلام لتسمعه على أنه حقيقة والكلام اللي بتطيرنا في الضرايط تقبله على أنه حقيقة لا فيه كتير أكاذيب ومبلغات وعشان كده إحنا محتاجين إن إحنا نصدق إن لينا قائد احتياجي دائما إلى قائد يحميني من الانخدام ونتمسك في آية سفرة عشرية اللي بتكلم عن الناس اللي هي علاقة صحة بالرب وهتقول لي يعني إيه علاقة صحة بالرب يعني بتحب بالرب يعني بتكلم الرب يعني عارف إن الرب ضد الخطيئة فواقف كده ضد الخطيئة بكل كيانك مش عايز تقع فيها دي معنى حب الرب طول ما أنت أو ده معنى علاقة حية مع الرب طول ما أنت في علاقة حية مع الرب خد الآية دي ليك قول يقودني الرب على الدوام الرب يقودني في كل خطواتي وعشان كده قادر أقول زي ما داود قال في المزمور يفدي من الحفرة حياتي يجدد كالنسر شبابي لدي أبواسق في الرب إنه يسير أمامي ووعده إنه يسير أمامي والهضاب إنما يمشي قدامي يمهد بإسم الرب يسوع لا نحرم من قيادة الرب أبدا والرب مسؤول إنه يقودني أنا معرفش يقودني إزاي لكنه هو مسؤول إنه يحفظني طالما أنا وصقت فيه طالما أنا في علاقة حية معاه أقول له أنت مسؤول عني أنت الرعي بتاعي أنت قائدي وإنت تقودني في كل خطوة من خطواتي تحفظني في مشيئتك من جهة الأماكن أروح فين مروحش فين من جهة التوقيتات من جهة الأعمال أعمل دا ولا دا أنت يا رب تحفظني في مشيئتك وتحقق هذه الآية معي ويقودك الرب على الدوام عزيزي المشاهد لو أنت مقبل على خطوة كبيرة في حياتك مش صدفة أنك أنت بتسمع هذه الآية قل له يا رب أنا مش عايز أمشي وراء أهوائي أنا عايز أمشي في مشيئتك في الخطوة الجندة دي المهمة أنا عايز قيادتك ومش عايز أطلع بره مشيئتك أبدا لا تسمح أن أخرج خارج مشيئتك احمني من لازم أقول للرب كده احمني من أن أخدع تعال معي عزيزي المشاهد إلى سفر التسنية أصحاح 31 من كامل التأمل في العمل موسى في آخر أيامه على الأرض لما خلاص هيرحل وبيكلم الشعب وبيقول لهم أن أنا مش أعبر معاكم نهر الأردن لكن ده مش مش هيبقى مشكلة على الإطلاق لأن الرب أنا مش أعبر معاكم عشان أنا هبقى خلاص انتهت حيات على الأرض أنا هبقى مع الرب إنما هو بقى الرب هيعبر معاكم وأهل عبرتين اتأمنناهم الرب إلهك هو في الحلقة اللي فاتت الرب إلهك هو عابر قدامك وقال لهم آية كمان الرب إلهك سائر معك يعني الرب يسير أمامي ويسير معي وأن يسير أمامي ليه؟ عشان يمهدل السكة عشان يفتح لي باب أفلوا إبليس الرب يسير أمامي عشان ينور لي ويعتمدنا على الآيات اللي في صفر أشعياء أنا أسير قدامك والهضاب ومقهد وأكسر مصراعي النحاس ومغليخ الحديد أقصف يعني أفتح الأبواب وأعطيك بقى الكنوز بتاعة المخابئ اللي مش بينة لأنه هنور لك السكة يبن ربي بيسير أمامي علشان يمهدل طريق علشان يفتح الباب عشان ينور فأشوف مكان النجاح ما نخدعش أشوف الكنوز فين وبعدين يقول كده موسى بيقول لهم الرب إليك سائر معك قل سائر معك يعني يمتعك بها بحضور يعني سائر معك لها معنى وسائر أمامك لها معنى سائر معك يمتعك بحضور بالشركة الشركة مع الرب دي والعلاقة الخاصة مع الرب هي دي اللي بتدفي الإنسان تخليه شاعر بالدفء وشاعر بالطمأنينة ومليان سلام ومش مضطرب يعني سائر جنبي معايا وسائر أمامي وبعدين قلتلك أن موسى قال الكلمات العظيمة جدا اللي قالها الرب زمان ليعقوب لا يهملك ولا يتركك نفسي كل واحد بيسمعني ليه علاقة مع الرب يقول لها رب أشكرك قولها من قلبك أشكرك لأنك لا تهملني ولا تتركني لما فلوس تقل مش هتسيبني في أي ظروف ما مر فيها لما كل الناس تقف ضدي انت مش هتقف ضدي انت تبقى معايا هو هتحميني قال لهم كده موسى لا يهملك ولا ايه يتركك وقلنا ان الآية دي مش بس لشعب الرب في العهد القديم ولا ليعقوب في سفر التكوين دي لنا كلنا احنا المؤمنين في العهد الجديد الدليل ايه الرسالة الى العبرانيين الرسالة الى العبرانيين تؤكد بكل وضوح ان الآية دي لنا يقول لهم كده لانه قال لا اهملك ولا اتركك رب قال الكلمات اللي قال ليعقوب موسى استخدمها لكل شعب يعقوب او اللي هو نسل يعقوب اللي هو شعب الرب في العهد القديم وهنا لينا احنا في العهد الجديد لان كل الامتيازات بتاعت شعب الرب في العهد القديم بقيت لينا بسبب موت المسيح من اجلنا دخلنا في العهد فبيقول ايه لانه قال لا اهملك ولا اتركك تقول لي دي كانت متألة لشعب الرب في العهد القديم اقول لك اه بس دي لنا النهاردة حتى اننا نقول لانه هو اللي قال بقى فانا بستند على انه هو اللي قال متأهم حاجة تستند على ان الرب قال تستند على آية في الكتاب لانه هو قال بيه عندنا ثقة ما هي الثقة والايمان تيجي من الكلمة تيجي من اللي قاله الرب انا مش هستند على كلمات من بشر اه انا هستند على الكلمة التي لا تسقط ابدا كلمة الرب ما تقعش لانه قال لا اهملك ولا اتركك حتى اننا نقول ايه واثقين الرب معين لي انت مش محتاج معاونة الرب تقول لي اه طيب لو اعد ليك انه معين ليك تقول لي عرفها من اين دي اقول لك من الآية لا اتركك ولا اهبلك الرب معين لي فلا اخاف وفي الاصل بتاعها الاية دي باليوناني فلا اخاف تعني لا اخاف الان ولن اخاف في المستقبل ليه لان الرب مش هيسيبني بكرة مش هيسيبك الرب ابدا فيه واحد يبقى خايف كده انه كبر في السن والناس تخلت عنه محدش بيسر عليه اه بس الرب مش هيسيبك كده متخافش لا تخاف من الوحدة ولا تخاف من امراض ولا متخاف من انك تبقى حملة على حد لانك كبرت في سن اوعى تخاف الرب واخد كل هذه الامور في اعتباراته في تفكيره من جهتك عامل حساب كل حاجة صغيرة او كبيرة وقال لك لا اغملك ولا اتركك وبعدين دعى موسى ايا سبعة بعد ما قال للشعب هذه الكلمات وقال لهم ده يشوع بقى اللي هيقودكم بدالي بس القائد الحقيقي مش يشوع يعني قبل ما قال لهم حكايت ان يشوع هيقودكم قال لهم الرب هيقودكم يشوع ما هو الا وسيلة قال يستخدمها الرب لقيادة الشعب في عبور نهر الاردن ودخول ارض كنعان والسكن في ارض كنعان ارض كنعان دي هي الارد اللي وعد بها الرب الشعب ارض تفريط لبنا وعسر دعى موسى يشوع وقال له قال له ايه امام اعين جميع اسرائيل يعني كل الناس يعني موسى قائد حكيم قبل ما يرحل من هذه الارد عايز ما يبقاش بعد رحيله فيه بقى صراعات من القائد او ناس تقف ضد يشوع فثبت الامور باسم الرب يسوع يبقى عندنا الحكمة يعني انت تسيب شغلك مثلا تسيبه وانت واسق انه هيكمل صح او مسافر فترة طويلة تبقى حكيم تضبط الامور عشانه انت مسافر الامور ما تتلخبطش فموسى هنا مش عارف ان ده مهم جدا انه هيرحل ممكن غيابي يؤثر على شغلي موسى غيابه خايف انه يؤثر على شعب الرب لا هيثبت كل حاجة عنده قيادة من الرب انه يزبط الامور قبل ان يرحل وده سلوك اي مؤمن اي مؤمن حقيقي حتى لو موظف في شغل ويرح شغل تاني ما يسيبش الدنيا كده لقد عنده حساس بالامانة اه انا خلاص وقفت شغل في في المصنع ده ورايح مصنع تاني هسيب الامور كده لا قبل ما سيبها ابا مطمئن تماما اني اني ناس مش هتستغل ان انا مشيت لا على قدر امكاني برتب الامور بوجه بقول صاحب المصنع كذا وكذا وكذا بوجه نظره كذا ما اقولش وانا مالي ما انا خلاص اه هسيب المكان لا المؤمن مش كده المؤمن امين ومحب ودايما حريص على مصلحة كل الناس اللي بيشتغل معاهم حتى اللي يسيبهم حريص حريص على مصلحتهم بيرتب كل حاجة فموسى هنا بيدينا اه طبعا ده في مجال الخدمة ما ينفعش ان راعي كنيسة يقول انا مهاجر مثلا ويسيب كده كنيسة يحصلها اللي يحصلها بعض لا 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 ما ينفعش لازم يلطب الامور يبقى متأكد ان الامور مش هتختل مش هتنقص وبعد ما يمشي ويصلي مدام تأكد ان الرب عايزه بلد تانية ما يسيبش المكان اللي فيه الا زي ما عمل موسى يعد يسيب ارض كويسة يعني ما يعملش زي الناس السياسيين كده او في الحروب يقولك الارض المحروقة يعني يسيبوا البلد مثلا بعد ما استعمروها مش صالحة لحاجة او يسيب شغله متبهدن عشان يتعب اللي بعده المؤمن ما بيعملش كده شوف موسى حريص مسك يشوع امام اعين جميع اسرائيل وقال له ايه بقى قال له هذه الكلمات العظيمة ايه تشدد وتشجع تشدد وتشجع يعني لانه طبعا عارف ان موسى بيتكلم يشوع وبيقول له تشدد تشدع لان عارف ان يشوع هيتخط هيبقى لأ بين غير موسى هيقود ازاي بيش بقى اسم من غير موسى هيبقى مكان موسى طب الناس شافت في موسى قدرة غير عادية ده نبي لا يعني الكتاب حجم موسى في الكتاب شوف اسمه متكرر كام مرة فممكن واحد زي يشوع كده يفكر يجي له احساس بالفشل او صغر النفس او يقول يعني الناس دي اللي تعاملت مع موسى زي يتعامل معايا انا يعني ده موسى ده عمل معاهم حاجات وطلحهم من ارض ماصر وشكل البحر ازاي يعني هيعملوني زي ما كانوا بيعملوا موسى ازاي ما يستصغرونيش ازاي ما يحتقرونيش طب وزا كانوا مع موسى نفسه ده في اوقات وقفوا ضده في اوقات تزمروا عليه طب هيعملوا معايا ايه انا عشان كده كان محتاجا الى هذه الكلمات النبوية لحتأسير من النبي العظيم موسى قال له ايه تشدد وتشجع تشدد وتشجع عديد المشاهد الرب بيقولك انت كده مان تشدد وتشجع طالما انت معايا انا هتديك الشدة هتديك القوة هتديك الشجاعة هتديك الشجاعة انا حررك من الخوف وهتديك الشدة يعني هتديك القوة تبقى قوي امام الخطيئة تبقى قوي امام ابليس وتبقى بلا خوف تشدد وتشجع تشجع تشدد وتشجع وخلي بالك دي تاني مرة تتكرر العبارة دي بس الاول قال موسى لكل الناس في الاجتماع ده قال لهم ايه تشددوا وتشجع بس جيه عندي يشوع قال لهم بصيغة المفرد بيقيت بالمفرد بعدما تشددوا بالجمع بيقيت تشدد وتشجع اهم حاجة عزيزي المشاهد انت تاخد الكلمة شخصية ليك يعني ممكن تقول الرب بيقل لنا لا بس في مواقف محتاج تقول الرب بيقل في فرق منك تقول ان الرب بيشجعنا وان الرب بيشجعني شجعني دي بقى انا شاعر باحتياجي لتشجيع الرب لي واحتياجي ان الرب يشيل من الخوف في فرق ان الرب اقول ان الرب بيشددنا وبيقوينا واني اقول إن الرب بيقويني عشان أنا شاعر بضعفي هنا يشوع أتخيله كده زي ما قلتلك شاعر بالمقارنة مع موسى هل هتتكرر الأحداث هل الشعب يتزمر علي كان معرض لحروب ذهنية فهنا كان محتاج لكلمة خاصة يعني موسى قال لكل الناس شاء الله وتشجعهم ما فيهم يشوع لا بس هنا بقى محتاج كلمة خاصة يعني بس حاسس كده إن اللي بتسمعه في البرنامج ده ليك أنت كأن ما فيش حد تاني غيره هنا يشوع كان محتاج يسمع من موسى كلمة خاصة لي سمحها وسط الناس لكن زي ما قلتلك فيه فرق إنك تبقى واحد من الناس بتسمع وإنك تبقى حاس إن الرب بيتكلمك أنت الرب عن طريق موسى قال له تشدد وتشجع لأنك أنت تدخل مع هذا الشعب الأرض اللي الرب وعد بها عزيزي المشاهد إلى اللقاء في الحلقة القادمة الرب معك إلى كل أحبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب الأسد في الخارج هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مرسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج أو بأية استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها رسلونا على البريد الإلكتروني mail at pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليو بوليس القاهرة كمهورية مصر العربية أو rivers of life P.O. Box 433 Greenford UB5 9BJ UK أو ارسلوا لنا بريداً صوتياً أو رسالة SMS على 012 2 500 77 88 وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniell.org أرّبوا معكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية